اشتركوا في القناة والتميز والابداع وايضا الحصرية مع اناس يقدمون عالم انا بقول عالم الابداع عالم الابداع اليوم مشاهديهم تابعينا من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد راح نكون احنا وياكم في جولة وحوار مميز وخاص لاول مرة مع خبيرة تجميل اسمها رندا نصار من طرعان من الناصرة يعني صورة مشرفة ومشرقة لمواطنة وانسانة تعمل بجهد ومثابرة حتى وصلت الى النجومية من خلال خبرة في عالم التجميل لمشاهير هذه الصورة نقول دائما ان لدينا الابداعات والتميز والمواهب ولكن الاسرار والتحدي اللي تكون في عالم النجومية هي ليست ببسيطة وانما مشوار صعب يتطلب من فرستنا الجديدة رندا نصار ان تواكب حتى وصلت الى ما وصلت اليه نقول لا حدود للطموح ولكن النجاح متواصل لا يتوقف ولا حدود له لا في الارض ولا في السماء اليوم رندا نصار من طرعان هي انسانة مثابرة عملت واشتغلت على ذاتها حتى وصلت الى ما هي عليه الان لتكون هنا اليوم بيننا على شاشة تلفزيون الفجر جديد وفجر اف ام لتحكي لنا قصة رندا نصار ووصولها الى هذه الشهرة في هذه اللحظات نرحب اياكم مشاهديون وتابعينا رندا نصار خبيرة تجميل وايضا درست ادارة التسويق ادارة الاعمال والتسويق وهي كما قلت هي من تكون في عالم المشاهير خبرة في عالم التجميل للمشاهير ونقول بالاضافة الى خبرة التجميل وخبيرة التجميل الجمال التي تتجلى فيه ايضا رندا نصار لتحكي قصة هذه هذا النجاح اول شيء من رحب فيك رندا في تلفزيون الفجر الجديد وفجر اف ام واحناك زي ما قلنا لك دائما منحب نكون ان الحصري والمتميزين والمبدعين اهلا وسهلا فيك اول شيء يسلموا كتير على المقدمة الرائعة الكتير حلوة شكرا وانا مبسوطة كتير انه معكم اليوم عشان هيك نعمل فقرة كتير حلوة ان شاء الله احنا في طول كرم اليوم يا رندا في طول كرم احلى بلد بالعالم طيب احنا لا ننسى انه اللي عنا موجودين طبعا على المباشرة فلندس اللي تعيه ايضا وراء الحج حماد ومجل تحسين وبراء عمر ورندا بداية بدنا بطاقة بطاقة رندا الاسم المكان كيف بعدين رح نبلش معاك في الانطلاق وصول العمان السماع اه اول اشي انا رندا نصار اه من شف عمر ترعون طبعا هي بالداخل عرب الداخل اه يعني مشواري كتير طويل انتي قبل شوي حكيته كان كتير مثابرة وشغلاتي انا وكمان خبيرة خلينا نقول خبيرة التجميل لانه خبيرة التجميل بتضم بالقسم نفسه كتير كبير وانا تخصصت بهاي القسم يعني فانه ان كان بالكيميا او بالشعر او بالبشرة او بالمكياج طب لو رحش لخبيرة التجميل وانتي درسة ادارة اعمال وتسويق اه ما هي هاي قصة طويلة حكيلك عنها كتير اه يعني هاي بيوصير لك شكوك ليش يعني اه ليش يعني موهبة هاي الموهبة يعني قصر لا هي بداية كان الامر هيك بهاي الطريقة كان صدفة بس كتير طبعا جماعنا بدقة طاعة مش راح تقول كديش هي عمرها لا ممنوعة ممنوعة تقول لك ممنوعة لكن زي ما حكينا لكم ايضا هي بدأت يعني هي صغيرة هاي عندها نمت وكبرت حتى وصلت كم انا اول اشي بقولش يعني مش ديش اقول للعمر عشان يعني انه بزع له لأ انا بقيس العمر بالعرض مش بالطول شو عملت بهاي الواقع مش شو قد العمرك والعمر رقم اصلا بالظابط عشان هيك مش رحها بقى منش بالارقام خليها بينا انتحت الهوة طيب طيب رندا كيفية الانطلاق بدأت مش وارك ايه انا من وانا صغيري كتير بحب الرسم بحب الالوان فكنت احس انه انا بتواصل مع هاي الشغلات بحسيت انه انا يعني بعمل الميكوب بطريقة كتير مهنية مع انه انا مش دارسي ميكوب والكل بسألني وين وين فحسيت انه انا بدون ما اقصد انه في مهنية مش انا اللي اخترتها هي اخترتني طيب انت كنت اطلطش حالك يعني كتير بحب الرسم اه اه كتير بحب الرسم بكون فيه عرص مثلا بحب اعمل للكل الكل بيسألو مين ايش ليش بس لما جيد ادرس الموضوع اه اه ما قبلوش بالاول اه يعني والدي عارض لانه شو هالموضوع يعني احنا بدنا ندرس موضوع يعني انت بتعرف ياريب يعني انه انه يعني بدنا موضوع يكون اكتر معروف اللي تشتغل فيه لو مستقبلك هيك طب شو ادرس كان عندي خيارين لازم يعني يعني اعطاني خيارين او تمريض او ادارة اعمال تمريض انا من عندي فوبيا من الدم فاذا بشوف حدا مريض اكيد بقلب حده نعم فاكيد مش رح يزبط معي اه فاخترت الادارة الاعمال نعم اخترت ادارة الاعمال قلت له رح اتعلم هاي الموضوع بس عشرت بس اخلصه واتخرج بدك تخليني اروح اعمل المهني اللي انا اللي انا فيها نعم اللي موافق اتفاقنا طبعا انا فتت بالموضوع اتعمائت فيه لقيت انه فيه كتير جوانب حلوة لانه ادارة الاعمال هي خلينا نقول لكل اشي بالحياة انت بتعرف ادارة الاعمال اذا فتحت محل بيتك انت بتدير اعمال بيتك كل مكان يعني فكان الاشي كيف تنظم امورك كيف تنظم بيتك كيف تنظم اذا دك تفتح محل كيف تنظم المحل بطريقة صح فلاقيت الموضوع حلو فاتعمائت فيه ونجحت فيه ووالدك يعني مش هالموضوع مش هالموضوع بنعتفقية مسبق احنا متفقين عاملين عقد عاملين عقد بعد ما انا خلصت وتخرجلي طبعا انجحت طب سؤال سؤال قبل ما تكملي انت مرست الشي على والدك على والدتك على خواتك طبعا مرست الشي اه طبعا اخواتي دايما كل الوقت طب شو وديت فعل والدك والدتك لما شافوك اول مرة هني كانوا يحسوا من الاول ان انا هيك لانه بهتم كتير بتفاصيل اللبس بتفاصيل الشعر فانت بتعرف بتصير تميز انه خلص هاي ابنك هيك شوي بتحسوا اكتر بهمه الموضة والازياء وكل هاي الشغلات فكانوا متعودين علي من الزغر بعد ما خلصت الادارة والاعمال ونجحت فيه الحمد لله وكل شي تمام رحت اتوجهت للموضوع اللي لاقيلي توجهت للموضوع اللي لاقيلي لقيته كتير كبير مش زي ما انا مفكري يعني مش بس انا وانتي وكل العالم حاج مزغير الفكري بس كبير عالم اخر بفكره انه شوية ميكياج مع شوية شغلات اعرف بنت الموضوع الموضوع كتير اكبر هو موضوع بشبه التمريض وادارة الاعمال ولا يقل اهمية لانه الموضوع كتير بتفرع اه كان في اه هول انت بلشت انت بلشت بلشت دورات طبعا دورات بلشت فيها اه بلشت انا وقتها وين بلشت دوراتك عندنا اه اول شيء اول شيء بلشت تعرف انه يكون معك اساس نعم اه لانه انا كان صح عندي موهبة وكنت بحس انه فيه كتير صبايا بحس انه الموهبة لحالة بتكفي لا لانه فيه الوأسس موهبة وتطوير اه طبعا فاشتغلت عشان اطور الموضوع طبعا اتعلمت باحسن المعاهد عنا بالمنطقة بعد هيك بعد ما انا اتعلمت وانجحت وكنت من المتفوقين بهديك الفترة لانه كان انتي بتحس بتحس شغلك والمعلمة تاعتي كانت مسؤولة عني وحست انه انه في عندي اشي مميز فطورت هاي الاشي طبعا لانه انا بحس هاي الاحساس وعرايسي وكل الصبايل اللي بتعرف فطور الموضوع بعدين صرت بدي اكتر من هيك تعرف ما هو اما يكون عندك طموع تتتسعت دائرة معاتي كفيك فصرت بدي بدي اشوف الميكوب ارتست العالميين بالضبط فالاشي الحلو انه بعد مجهود انه شغل طويل وشغلات صرت يعني صار قسمي يتردد بكتير محلات الحمد لله صرت اروح على ضيفة شرف لا اكبر الدورات العالمية ان كان اه بالاردن طبعا انت بتعرف بالاردن لانه هي الاقرب علينا نعم فشفت وتقابلت وتعاملت مع اكبر الميكوب ارتست ان كان فادي قطايا ان كان سامر خزامي ان كان طلال موركوس هدول اسماء معروفين طبعا بعالم الميكياج خلينا نقول فحسيت قداش الاشي صار انا دخلت عالم المشاهير بالزبط نعم فكان الاشي كتير حلو مشوق انه العالم كتير كبير بعدين لما شفت الموضوع كتير حلو حبيت كمان اتعمق فيه فدرست الميكوب ارتست كمان للسينما والتلفزيون لانه كمان منتصر لازم تعرف في فرق بين اه عرايس وصلاة نعم مشاهير والتلفزيون نعم لانه الكاميرا بدها معايير يعني معينة وبدها خلينا نقول حدا يكون مهني اكتر دقة اكتر وقت بدي يكون انا بسمي دائما بدي يكون يعني سوبر سوبر اه عن جد لانه انا جربت وبعرف التلفزيون اشي جدا صعب واللي بوقف يعني بهاي المحلات بدي يكون حدا عن جد مهني كتير كيف احساسك انتي لما صارت صرت تطفع على البحر تطلع تطلع وشفت حالك انه فعلا وجدت نفسك في المكان اللي بدي اياه وحققت الرغطة طيب كيف ردد فعل الناس معك على طول دائما انا ولا مرة بحس بحس انه انا ولا مرة حققت الاشي اللي بدي اياه لانه عندي دائما هاي الطموح الاعلى ما في حدود فشح دائما يعني حتى مرات منتصر بحس انه الناس عم يتقابلني بهاي النجاح بس انا بقول انه ايش في مالهم ليش هيك عم يبالغوا انه عادي انت بتنصدب من اللي بتشوف فيه قد اه انه يعني انا بركز على الدائرة تاعتي هي النجاح هي التعامل مع الناس بشكل صح التواضع تطوير اه عملت دورات اندي في الداخل طبعا انا عطول من فترة كتير طويلة بدرب بأكتر من كلية واكتر من محل اه لدرجة وصلت انه صرت انا ايه لانه بطلت اقدر الاح اتواجد بكل محل فصرت لا صرت اخطرة لا طبعا احنا بنفع ستات ورجالي لانه الميكوب هاي فن يعني مش رحي يفرق بين اصلا اذا بدك صراحا خلينا نقول نصف الناجحين هني الرجال لانه في عندهن لمسة بتختلف عن النساء ففي عندهن عشان هيك انا بميزش بين موضوعنا موجود طب هلأ انت لما بدك تعمل التجميل للوجه مثلا ماشي يعني مثلا انوار الحج حمد يعني يعني وجهها شو بالبك لها مثلا بتعرفي يعني بتخذ الهيئة تبعتها وتعطيها الالوان الخاصة في التجميل بالزبط انا الحمد لله من الخبرة الطويلة يعني انا صار لي بهالمجال 13 سنة اول ما بشوف الصبية يعني هاته هاي اشي بعلمه للميك ارتيست الطلابي انو يعملوا تشخيص للصبية لانو في ابعاد معين للمكياج اللي هي مثلا نطلع عصبية نشوف وجهها فيو حبوب ولا فش فيو حبوب يعنيها وساع ولا صغار يعنيها قراب ولا بعد اه يعني كلها مكييس يعني مش عبثية زي ما بتصرفوا بعض الناس بفكروها انو هيك وخلاص لا انا بقول لهم بقول لهم بتزبط زي هندسة 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 هذا اللي بيسمونه في العالم يعني هذا مقا موجود يعني على اساس تبيني وتكدمي شخص باسلوبك بيسموه تذوق تذوق فني لانه كل شيء في حياتك حلقة الدكن تذوق فني الرسم على الوجه تذوق فني وبالتالي المكياج ايضا فيه تذوق فني عشان تكدم الشخص بالطريقة واللي بلائم وجهه والحركات تبعت وجهه طيب هلا يعني انت اشتغلت مع ناس طبعا مع ناس يعني في الداخل الفلسطيني كمان طبعا انا على طول على فكرة كتير بحب اوصل فكرة ان كان بالدخل ولا بالخارج لكان اذا احنا معرفنا شو ندعم بعضنا ندعم برا يعني ما فيش عندي هاي فكرة الداخل او خارج احنا والدليل علي كنا واحد بالزبط انه ممكن اقطع مصفاتي كتير طويلة عشان اتواجد معكم هون عشان بالزبط اه بدناش تحملنا جميل مشهورة لا بالعكس مختصر ايه ومشي جميل انا حابة اوصل فكرة معينة نعم اللي هي احنا كنا ايد واحدين وانه اذا احنا لازم دايما ندعم بعض ولما منشوف قناة ناجحة زي انا لما بشوف انه قناة ناجحة والناس كتير بتحبها ولما انتو شفتوا ميك اف ارتست ناجح لما بصير التعاون هاي بناتنا احنا منصير بالعكس احنا منقدم اشي اجمل اجمل اصلا احنا لما جبناك اليوم لانو عارفين انك انت مميز ومبدع وبالتالي احنا مننا نكون رسالة كمان صح ونفرجي كمان الناس الاخرين وفي انه في الوسط العربي ناس مبدعين وقادرين يحققوا الطموح ويكونوا مميزين غير عن الاخرين طيب هلأ انت عنديك مركز يعني في طلعان اه طبعا انا عندي سالوني الخاص اه هو كمان هاي بدرب فيه ميك اف ارتست وكمان يعني دورات وبرضو مركز اه بالزبط دورات طبعا بمفس الوقت انا لا الزبعين عرايس وهيكا طبعا مشوفتيش هيك مثلا انتي لانا انت لسه صبية صغيري بناش نحكي العمر خليه تحت الهوة بعضتين تشعر في مجال عملك انه فيه نوع انا يعني بلاحظ بين الستات كتير فيه نوع من كيف الغرور او اني انا صريت مشهورة وصار الناس يعرفوني هل تتغير رندنا صار ولا بالعكس تتواضع اكتر بصير ابداعتها اكتر هو بصراحة هاي السؤال مش لازم تسألنه لازم تسألنه للناس اللي بعرفوني المتابعين صح لانه مستحيل لانه الناس هاي اللي حوالي الناس اللي بيحبوني هني الناس اللي قسم من نجاحي بيعود فضل لإلهن كيف اتكبر عن الناس او اكون مغرورة على العالم اللي هي محبتها هاي اللي عملت هاي النجاح اللي لإلي يعني يمكن نكون كتير ناجحة بس المحبة العالم هاي اش ميش سهل طبعا طبعا محبة الناس لإلي وكل الوقت يعني لما بيتابعوني على صفحتي وكل الوقت بيكونوا معاي بتواصل هاي اشي مستحيل يعني انا انسان جدا او الصفات احنا ضلينا بحرف الغين الغرور طبعا غيري من قبل المراكز الاخرى والصفايا الاخرى اللي بيكون هاي غيري هو على طول في انت بتعرف بس انا بسميها كأنا كالندا بسميها منافسة شريفة لأنه حلو نكون بسباق وكل واحد يقدم الأفضل اللي عنده بس بدون هاي الحرب اللي تعرف اللي اي طريقة شايفها حرية نفسني كيف بدون انا مبشو شايف حالي لا انا بنافس نفسي كل سيني وكل عام بنافس حالي بالظابط وبحث حالك شو عملت قبل بسنة وشو انا اليوم ما عندي شو وقت فبأ انت طلاثة بره شاركتي في مهرجانات حكينا عن قصة المشاركة الخارجية كمان كتير عطول انا كمان منتصر لانه قصم من اعلانات بعمل اعلانات انت برضو عارض يعني اسمع مش انه عارضة يعني كميكياج ونفس وقت شسم اه بتقدم هي شغلتنا بشكل عام حتى لو انت بتكاش تكون عارض انت بتكون عارض لانه انا اليوم اذا طالع بلبسي معين صبايا بسألوني من وين اللبسي بتاعتك بس انا مش عارضة انا هيك طالع كله متكامل مع بعض معين بكياجي نعم فهاي الفكرة انا طبعا كتير الاشي الحلو كتير منتصر انه انا لما بختار الاعلانات ولا بختار اشارك باشي باختار بشغلات كتير مميزة واللي من عملتش من قبل يعني قبل فترة عملنا لسياحة الاردنية يعني هاي اشي كتير حلو لانه كتير ناس بطلعوا بريت البلاد بس بعرفوش يستغلوا المناطق السياحية صح فاحنا كنا بهاي المناطق طبعا ومع مجموعة من المؤثرين بالوسط عنا بالوسط العربي بالداخل فكانت مجموعة كتير حلوة من الاصدقاء رحنا عمحلات سياحية رائعة وكان هدفنا كمان منه انه نقضي وقت حلو منه ان ورج المتابعين محلات اني مش شافين ها بنفس الوقت كنا بتركيا وكمان عملنا وقتها رحلة وزرنا كل المناطق اللي شوية الناس بترددوش لإلها يعني بتركيا رسموا خلين نقول محلات معينة كل الناس بتروح عليها احنا عملنا المعاكت رحنا مع حلات كتير حلوة الناس بش عم تشوفها وكنا بكتير مهرجانات للتجميل انا حكيت لك بالاردن كزا مرات بعمان يعني تقريبا كل شهرين ثلاثة كيف كان استقبال الناس لكم خاصة من الداخل ونقول لك انه من الداخل هاي ما هي كانت قميات دايما انه لكم مع اهلنا بده الداخل في الاردن وفي تركيا كيف رد تفعل انه يعني كله منه في عنا مستوى كمان احنا وفي عنا نقدم شيء بس احنا بدنا نخرج من النطاق اللي موجودين في با ويكون عنا امتانيات صح انا شخصيا استقبلوني بطريقة اكتر من رائعة بصراحة جدا انبسطت مننقل معلومات ننقل حضارات يعني فكان الاشي كتير حلو انبسطت يعني عمان والاردن من يعني كتير حتى تركيا كانت الاستقبال تاعها جدا رائع كتير بحب مناطقنا طيب فكرت بانك هيك يعني وحتى وجهك يعني وجهك ممثلين كمان يعني حكولي حكولي كتير انا وكمان معلمك ياجول انك انت ما شاء الله عليك هل طرع عليك مثلا تكوني مثلا ممثلة في بعض البرامج حلقات مسلسلات يعني كونك انت يعني كاملة في كل الامور انت وانت كمان تصنع حالك بصراحة انا عرض علي اكمن فكرة بس ما خلينا نقول ما لاقيتش حالة فيهن فما ما بلتش المشروع انا اول هالشغلة بتهمني بالموضوع شو ما كان ان كان اعلان ولا ان كان تصوير الاقي حالة فيه عشان انا لما بحكي بايش بعرفش اتقمص شخصية من شخصيتي انا بترجم الاشي بشخصيتي فعشان هيك يعني هاي حتى سر محبة العالم لانه لانه ما بعرفش اتصنع يعني ففي ان فكرة مسلسلة مثلة حسب شو الموضوع رندة هل بنرجع بنرجع كمان مرة لموضوع انه انت اختيارك لها الموهبة والرغبة اللي خلتك وسطك لها المرحلة يعني طموحك المستقبلي احنا بنقول الطموح لا حدود لو انا حكيت في بداية البرنامج انه ما في طموح طالما انت عند ايلك عيون وانت عايش طالما الامل ومستمر المستمر في عطائك طيب شو طموح طموح رندة في المستقبل يعني شو طموحها طب وسطت اللي بدهية اوكي وحققت المرات معها ومشت اتفقية مع والدها ومش الموضوع وسطت اللي بدهية لكن شو المستقبل عليش بتدور على اشي تاني بصراحة زي ما انت حكيت الطموح فيش الو حد معين انا يعني انا بدور عكمان انه يصير الاشي اكتر عالمي انه احاول انقل برسالتي كميك او كبن اوسين اي شخص ممكن الناس تحبه احاب انقل كمان كتير حضراتنا وكيف احنا عايشين هون وكيف بنقل بطريقة او باخرى انه احنا كلياتنا عن جد عم نعيش وضع كلياتنا فانا حاب كتير انقل هاي الفكرة او الرسالة ان كان بمكياج او ان كان بشخصيتي ممكن نتطور ممكن نكون افضل بس ممكن دائما نحافظ على اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا هاي بالنفسية يعني في مرات نفسيات بتيجي يعني اللي بيجوا عندك انهم نفسيات هل نفسي بتكس على دور المكياج كمان طبعا اهم شغلة تعطيها انسى المكياج على الجنب وكل هاي تعطيها الراحة النفسية انه كل شي رح يكون تمام انه انت بتجنني وانه مستمتع بكل لحظة انا بعطي نصيحة انا بتمنى اخدها يعني لو انا كنت محل هذي الصفية كنت رح ارتاح كتير لو حدا بقول كل شي رح يكون تمام ما تحك فانا ثلاثة عشرين خمسة انا قبلك ثلاثة عشرين خمسة انا قبلك اه اه صح يوم الوقف كمان لقيت خلاص نقولك عبر المئة عشرين هون على الهواء وإلك كمان الله يسعدك تسلام ان شاء الله يكون عيد ميلاد كمان طموح لطموح تحقيق مزيد من نجحة يعني ان شاء الله الله يسعدك فهي هي نفسية عرفت كيف نعم احنا كمان يعني كصدي تتعامل معها على اساس انه تعطيها الراحة وبنفس وقت تعطيها لاشي اللي لا لاي موجهها رغب من التوتر اللي موجود شئة ام ابيت انا اضافة لشغلتي انه انا او يعني خلين نقول خفير التجميل انا عاملة اجتماعية طبعا طبعا اكيد لانه لانه اللي بيجي عندك كتير اشكال والوان وبالتالي نفسيات متعددة وبالتالي بتعامل مع كل نفسية بناء على بالزبط وبصير عندك زي ما اتفضلتي انت النجاح اللي بحقق فيه والابداع اللي بتعطيه بالوجه والتجميل نتيجة نفسية انت بتشوف فيها في الشخص اللي مقابلك تدرسي وبالتالي بتتعامل معها وبطلع الاشياء المميز طاعة وسر النجاح دائما بقول لما يكون عندي الانسان الانسان بتعامل بإحساسه مع الاخرين فبالتالي بيعرف عكسه بيعرف الكدام مباشرة دراسة الخارطة تتبعه النفسية وبالتالي كيف تتعامل معها بعدين انا موجودة ان كان اجت عندي عشان اجملها بهذا اليوم انا موجودة عشان اجمل لك هاي اليوم واطلعك بأحلى صورة فوجودي هون رح يضرف لك لمسة حلوة عشان ايك بكمل كل هاي الاشي يعني والخبرة والسنين الشغل بتعلم معك كتير تجارب تخليك تصير تعرف الاشخاص اللي انتي بدك يعني تشتغل معهن كيف الخط تعهن يعني لقدام رح تعرف ان الصبي بتحطش كتير مكياج نعم تقريبا فش مكياج رح تعرف انه هي بتحب الناعم الصبايا اللي بيحبوا كتير مكياج رح تعرف انه اللي بيحبوا صيحات الموضة والشغلات الجديدة رح تصير تشخص صح رح تعرف انه الزلام مستحيل يحبوا المكياج صح صح يعني مثلا طب تأثير الكورونا على المكياج على المكياج كيف كان يمكن تستغرب بس كان رائع يعني كان في مزيد كان كتير روعة يعني عكس شسمه ايجابي صح اه كتير روعة سأقولك انا عندي طبعا صفحة وبدون عليها اشياء وبشارك فيها متابعيني دايما فبهاي الوقت كان كتير وقت رائع للمرأة انها تهتم بنفسها لانه انت تنساش ووقت البيت وشغل شغل شغل وبيت وشغل وبيت هون كان وقت رائع عشان تستغل الاشياء فكان كتير حلو انه انخليها تستغل الشغلات حتى المستحضرات الطبيعية الموجودة بالبيت ان كان تعرف المواد الطبيعية اللي كيف تتحافظ عبشريتها وشبابها وكل هاي التفاصيل فكان الاشي جدا حلو بالعكس انا حسيت الكورونا كانت لا مصلحتكم لازم هاي 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 بسموهم تجار الوباء يعني وكانتش الاستفادة يعني من ناحية مادية بس خلينا نقول من ناحية انا كحدة عنده صفحة وبيقدم شغلات للمتابعين كان الاشي جدا حلو انا والاهتمام طبعا طيب السؤالي هلا كمان انتي يعني كخبيرة في التجميل احنا لسه في معنا وقت صح شو بدي معنا خمس دكايق وانا بضيف منتين تين لانا بتستاهل دقيقتين طيب مش مشكلة طيب ردها بنرجع يعني نقول كمان مرة يعني العالم العالم هذا مش عالم بسيط يعني عالم عميق ونكون نشوف يعني بسخره ملايين من اجل هذا العالم والعروض يعني جربتي شاركتي في مهرجان عملت فيه قدمت فيه ناس صبايا من خلال المكياج كيف كان وقع الناس على الموضوع كأنت كارندا عملنا مهرجانات كتير دايما بالعادي انا بكون عم بقدم طلابي لانه عادة انا يعني وصلت للاشي اللي بدي اياه واسمي بحكي عني الحمد لله يعني يعني انا راضي بالشغلات اللي انا بالضبط بقدمها بس انا بحب ادعم الجيل الجديد الجيل اللي الميك اوب ارتست جداد لانه انا وقت ما كنت بالبدايات ما لقيتش دعم فعن بعمل العكس عم بدعم الصبايا الجداد بهد المجال انا تبتقول انا بدأ ادعم الصبايا الجداد لانه ما لقيتش دعم لا لا لانه لما بسمع تقول بالدعم الصبايا الاجداد يعني بالتشعرين انك كبيرة ثمانين سنة وعلى عبتها زي. اللعب بالنسبة بالنسبة للخبرة ثلاثة عشر سنة يعني وقت كتير طويل. نعم. نعم. فبحس انه هني بالبدايات بحتاجه انه حدا يدعمهن. صح. لانه انا بداياته ما حدا دعمهن. نفس الشيء. انا دعمت نفسي بنفسي. انت كنت تتمني هالشيء. اه فانا عم بقدم الاشيء. اه بالزبط. فكنا نقدم الصبايا اللي هني طلاب. يسبتوا حال هن اكتر. يتطوروا اكتر. يفتحوا محلات وينجحوا فيها اكتر. فكان يلاقي المهرجانات كتير نجاحات حلوة. طيب. اه سلو جينا في في اخر البرنامج. تقولنا لك. لو انت كنت نقيبة الخبيرات التجميل. اه. شو اول شيء بتصدفي. شو تعملي. تغضي قرار. اه راح اصف النص. بدل الدكاكين المفتوحة اه. نعم. اه. لا في في مثلا اه. يمكن لانه. هو انا بحبش اصنف حدا ولا احط حالي بهاي الزاوية. بس كنت رح اختار الناس اللي معها مضمون. بالاخر المكياج هو اضافة. الانسان الجميل اللي حيكون جميل بدون ولا مكياج ولا اشي. انا كنت رح اختار ناس مع مهني ومضمون. يعني اللي يكون شغلتهم حلوة بنفس الوقت شخصيتهم. خلينا نقول مضمون حلو لانه هني بيعكسوا اشياء للصبايا والجيل اللي خلينا نقول الجيل الصاعد. فكنت رح اختار ناس اكتر مع مضمون وشكل بنفس الوقت فرح اصب النوت صحيح المهمة. اه خلص رجع لنفس الموضوع. طيب رندا اه يعني انا بعرف يا طنوس. صح. انت شارك عملت له اشي في الوجهه في هذا ولا لأ بنتي بحبير التجميل. ايان بلى. طبعا عفكرة الشباب بتمكياجه. يا طنوس استطبقتوا عندي كمان يعني. اه. كنا هديك المرة كنت انويا لقاء بالراديو مع بعض. نعم. وكنا تصوير. اه. شغلية مهمة ده احكي لك اياها. كتير بفكرة انو احنا لما من مكيج شباب قال انو رح يتمكياج. اه زي البنات. طبعا لا. طبعا غلط كبير. لانو مكياج الكاميرا اه فيه لمعات للبشرة وبتبليلين المسامات مفتوحة. فاحنا بنعمل تاتش اوب للفنانين. عشان نخلي الوجه مناسب للكاميرا. وهاي من اسرار اه مكياج الكاميرا والتلفزيون. فطبعا كتير ومش بس اياد يعني مع احترام وبحبه الاياد. تقريبا كل الفنانين انا مرأة على كل اللمسات الاخيرة. ومكياج وعنا كان كتير برامج ناجح على كل الفنانين لسه از طالعين عرب ستار. وكان كمان عند هيك السهر. برامج بتجنن وضخمي كتير كبير. كنت انا الميك اوب ارتست الرئيسة بالبرنامج غاد وكان ايه الشرف اشارك بهيك برامج. طب انت كيف على حالك? كيف على حالي? اه. انه ايش اما كيش حالي? اه. يا انا. مستحيل. مستحيل. اه. اه. انا عندي طريقة وعندي اسلوب لمكياجي. اللي هو بميزني عن غيري. اه بحب اه مكياجي صبيعي اخفي عيوب البشرة. وابرس جماليات الوجه. في ناس غيري او ميك اوب ارتست غيري مع احترام للكل اللي هني بغيره اه معالم الوجه. فانا ضد مش مع. اه في طبعا شغلهن بجنن. وفي ناس بتحب هاي الخص. اه. انا كرندا. لا انا بحب احافظ اكتر على اه جماليات الوجه وع شخصيتي اللي الشخص اللي بشتغل فيه. فبحس انه مستحيل حدا يمكيجني او او يعني. انت ذاتيا فقط. انا اه. اه. حصري. حتى بعرسي انا مكيجت حالي. كمان. اه طبعا. ما شاء الله عليك. طيب. اه رندا. احنا الواكد دهمنا. اقول فيه ان هناك فيه قائد واقف يعني على المقص. اه. فاحنا بدنا عشان يطلع البرنامج حلو كمان. شو بتوجه رسالة لجمهور عشاق ارندا. الصبايا والشباب. وكل اللي مشاهدونا الان. شو بتوجه لمرسالة انت كخبير التجميل في هذا العالم. اه. بصراحة انا اه. عندي كتير كلمات بس دي اخطرهن طبعا. لانو معناها شوائز. اه. انا اول اشي بده اقولهن ان انا كتير بحبهن. وانو كل كلمي وكل دعم وكل رسالة ببعتول يا عصفحتي او حدا بالشارع بشوفه بيجي. اه بسلم علي وبتصور معي. انا بقدرهن. رح اقولهن انو قسم من نجاحي اللي كبير هو برجع لقيلهن الفضل فيه. لانو بلا محبتهم. ودعمهم. اللي كل الوقت المستمر بكل محل. كان انا ما بوصلش لهاي المحلات. وبوعدن بشغلات كتير كبيرة قريبا. استنوا منها. على فكرة. يعني انا مبارح لما نزلنا الخبر ونزلنا الصورة والتقرير. والناس بتستناكي هون يعني. رح تتفاجأ اسم في بعض المحلات. رح يقول رندا 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 يعني على كل حال. عشان الناس كلهم باستنوا فيكي. طيب. احنا رندا كمان بدنا كلمة موجزة لجمهور والمشاهدين التلفزيون الفجر. اه. وفجر اف ام. يعني اكيد باستنوا كلمة من من. طبعا. من رندا نصار. اول اشي بدي اشكر كل القائمين على البرنامج هون. وبشكرك لايلك طبعا. اه. انتي سبب الرئيس انه انا موجودة اليوم هون. خلت جلتين بدكوا مروحة. لا. خليك. اه. بدي اقولين انه يتابعوا اول اشي المحطة. لانها هي من وسطنا العربي. ولانه احنا كلياتنا. اه بحاجة لهيكا. اه. قنوات فضائية ناجحة. اه. احنا دايما اذا بدنا سر النجاح ويد واحدة انا دايما بقولها بتزقفش. ايتين بزقفه. صح المثل. والصورة بتكتمل مع بعض. والصورة بتكتمل مع بعض. احنا كلياتنا ان كان خارج او داخل. كلياتنا صورة واحدة وعرب واحد. وكلنا لازم ندعم بعض. ولازم دايما ندعم كل الشغلات الناجحة ان كان اشخاص او محطات. وانا بشكركم من كل قلبي على الاستضافة الرائعة. وعن جد طاقم بجننه ومهنيين. وشكرا لالك عن جد شخصية وتابعوا الفقرة. وعلى كل حال انت حكيت شغلي. احنا فجر جديد. فاحنا اليوم. اليوم انت معنا فجر جديد للتنفيزيون. الله يبتعتعك. بتشرف. واحنا دائ باننا عمل ايضا بهمنا لمواطننا وللناس اللي عنا. اكيد راح يشوفوك وتشوف تعليقات. ومحبة الناس لك يا رندا. مشاهدي متابعين. يعني انا ما ما راح اقدر ازيد يعني اوفي حق رندا نصار لخبيرة التجميل. احنا نعتز ونفتخر بهذه الوجوه اللي فعلا هي بقول بالعامية بتبايد الوجه. وبالتالي احنا نفتخر ومنعتز بها. نتأمل في في المراحل القادمة. راح يكون معنا رندا نصار في اكثر من برنامج كمان. ورح نتعاون في هذا الموضوع. لانه هذا موضوع مهم جدا. اه وخاصة للصبايا والستات اللي بتابعونا دائما من خلال فجر اف ام او اه تلفزيون الفجر جديد. احنا نأمل ونتمنى دائما لرندا نصار مزيد من العطاء. مزيد من الانجازات. وكمان بصمات لفجر جديد جديد دائم لها. وان شاء الله اه يوم الايام انا يعني ما عندي مشكلة. بتمنى يوم الايام تكون رندا نصار في قمة الهرم وقمة الجبل. لما نقولها من اعمال معكم مقابلي. مين هذا الفجر الجديد؟ مستحيل. لا شيء لا. طبعا لا. هاي الصفات المتواضعين. واحنا بنتمنى لها التوفيق في رحلتها القادمة. وبسكم مشاهدينا ومتابعينا نتمنى لها دائما اه مزيد من النجاحات وتحقيق الاهداف والطموحات اللي دائما تسعي لها. وا اه اقول دائما كل التحية وشكر لزميلتنا انوار الحج حمد مجد حسين وبراء عمر. ودائما اقول اه 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 صبايانة من الداخل الفلسطيني من فلسطين دائما هن المبتعات. وبالتالي اه امسكوا باليد واوصلوهن الى شاطئ الامان. لديهن القدرة والاصرار والتحدي لتكون نجمة في يوم الايام في سماء فلسطين. اشكر لكم حسنا مشاهدة ومتابعة. هذه تحياتي. انا منتصر عنني. انتظرونا في لقاء اخر من اللقاءات الخاصة. وتحياتنا لرندا نصر. نجمة هذا اللقاء. الله يساعدك.